مرحبا سنتعرف من خلال هذا الفيديو على عنصر آخر من عناصر البيانات الوصفية وهو العنصر لينك هذا العنصر يمكننا من تضمين مثلا أنماط أو تنسيقات CSS أو الخطوط أو أيقونات الموقع إذن العنصر لينك يحدد علاقة الصفحة الحالية بمورد خارجي هذا المورد الخارجي يمكن أن يكون ملف CSS أو صور أو أيقونات الموقع أو خطوط وغير ذلك تستخدم الخاصية رول التي هي اختصار لروليشنشيب لتحديد طبيعة تلك العلاقة وتستخدم الخاصية إتشريف لتحديد مرجع بمعنى موقع أو مصار أو مكان تلك الموارد إذن أمامنا أحد استخدامات العنصر لينك هنا استخدمت لينك لربط هذه الصفحة بملف CSS وهو head.css باستخدام الخاصية إتشريف وهنا حددت طبيعة العلاقة بين هذه الصفحة والمورد head.css باستخدام القيمة style sheet ولو أهملنا هذه القيمة style sheet فنلاحظ لم يعد هناك ارتباط بين هذه الصفحة وملف head.css وإضافة إلى استخدام العنصر لينك للإشارة إلى ملف CSS يمكننا أيضا استخدام هذا العنصر للإشارة إلى أيقونة للموقع إذن نكتب لينك هذه المرة سنحدد طبيعة العلاقة بين هذه الصفحة والمورد كآيكون أو أيقونة وهنا سنستخدم أيضا الخاصية إتشريف للإشارة إلى مصار هذه الأيقونة ونحدد أحد الأيقونات ونقوم بالحفظ وحتى نرى هذه الأيقونة في صفحة الويب الخاصة بنا سأقوم بفتح هذه الصفحة داخل متصفح الويب إذن كما نرى هنا أيقونة أو صورة الموقع إلى جانب العنوان وإضافة إلى الخاصيتين rule وإتشريف يمكننا استخدام خاصية أخرى وهي sizes وهنا يمكننا تحديد حجم هذه الصورة وهو 72x72 بعد ذلك يمكننا إضافة أيقونة أخرى مثلا نفس الأيقونة لكن حجم آخر مختلف مثلا 144 وهنا نحدد 144 ويمكننا بالتأكيد توفير المزيد من الأهجام لهذه الأيقونة وتكمن أهمية ذلك في أننا نترك المجال لمتصفح الويب أو أي جهاز آخر يقوم باستعراض صفحتنا باختيار الأيقونة الأفضل والأنسب بناء على ميزات أو إمكانيات الجهاز ومن الاستخدامات الأخرى للعنصر لينك هو استخدام هذا العنصر لتحميل الخطوط واستخدامها داخل صفحات الويب الخاصة بنا إذن لننتقل إلى متصفح الويب وإلى خدمة جوجل فونتس أو خطوط جوجل ونقوم بجلب أحد الخطوط واستخدامه داخل هذه الصفحة إذن هنا موقع جوجل فونتس نختار لغة الخط العربية مثلا ونختار أي من هذه الخطوط مثلا تجول يمكننا تنزيل هذا الخط ككل إلى جهازنا واستخدامه أو استخدام خدمة توصيل أو شبكة توصيل المحتوى الخاصة بجوجل إذن أولا نحدد بعض الستايلات الخاصة بهذا الخط مثلا هذا الستايل ريجولر ولايت وبعد ذلك نقوم بنسخ هذه الأكواد ونقوم بلسقها داخل العنصر هيد وأقوم بالحفظ وقبل أن نرى استخدام هذا الخط فعليا داخل صفحة الويب الخاصة بنا أحتاج إلى كود سي اس اس هنا سنجد كود سي اس اس نذهب إلى ملف سي اس اس الخاص بنا وهو هيد دوت سي اس واستهدف العنصر باضي والآن نرى أن الخط المستخدم لعرض محتوى صفحة الويب الخاصة بنا هو الخط التجول ويمكننا تغيير الستايل الخاص بهذا الخط باستخدام الخاصية فونت ويت 300 أو استخدام الكلمة لايت نفس الشيء 300 ويمكننا استخدام الكلمة regular أو 400 بدلا منها إذا نعود إلى صفحة السورس كود وكما نلاحظ هنا قمت بإضافة ثلاث عناصر لينك من جوجل وهنا العنصر الوحيد الذي يهمنا والذي يحتوي على مرجع أو مورد الخط ويمكننا إزالة هذين العنصرين والحيفة ولا يزال الخط المستخدم داخل صفحة الويب الخاصة بنا هو هذا الخط التجول وكما نلاحظ هنا طبيعة العلاقة بين هذه الصفحة وهذا المورد أو هذا الخط هي أيضا ستايل شيت إذا نتراجع عن إزالة هذين العنصرين الآخرين وقبل أن أتحدث عن هذه العلاقة pre-connect نلاحظ هنا يمكننا تغيير ترتيب هذه الخصائص ونفس الشيء لا يزال الخط المستخدم وهذا الخط تجول إذن ماذا عن هذه القيمة pre-connect التي هي قيمة للخاصية relationship التي تحدد علاقة المورد بهذه الصفحة إذن الغرض الوحيد من هذين العنصرين link وهذه القيمة pre-connect هو تعزيز تجربة المستخدم طبعا من خلال إرسال تلميح لمتصفح الويب بأن مستخدم الويب قد يحتاج إلى تنزيل الخطوط من هذه المصادر googleapis.com والgestatic.com والسبب في ذلك طبعا هو أنه عندما نهدد العديد من الصيلات أو الكثير من الخطوط يصبح حجم الملفات التي سيتم تنزيلها كبيرا وبالتالي يؤثر ذلك على سرعة وأداء الموقع الخاص بنا وتتيح هذه العلاقة pre-connect وهذين المصدرين تتيح لنا إرسال إشعار أو تلميح لمتصفح الويب بأن المستخدم قد يحتاج إلى هذين المصدرين وبالتالي يتم التحميل المسبق للمصدرين لتسهيل عملية تنزيل الخطوط فيما بعد أو عملية تنزيل ملفات الخطوط وإضافة إلى كل هذه الخصائص التي رأيناها والتي يمكننا استخدامها مع العنصر link بناء على طبيعة العلاقة relationship هناك المزيد من الخصائص والقيم التي يمكننا استخدامها لننتقل إلى موقع mtn لنرى المزيد إذن هنا صفحة العنصر link في موقع mtn ورأينا مثل هذه الأمثلة relationship style sheet role style sheet وهنا role icon وبخصوص مثلا هذه القيمة التي من الواضح أن لها علاقة بأجهزة apple مثل iphone أو ipad إذن هناك العديد من القيم للخاصية role عندما يتعلق الأمر بالآيكون للإشارة إلى نوع خاص من الأيقونات التي ستستخدم بناء على نوع نظام التشغيل الخاص بالموبايل مثلا هناك خصائص أخرى طبعا مثل هذه الخاصية media و media print هنا تعني أن هذا style أي ملف CSS هذا سيتم تحميله فقط عندما يقوم المستخدم بأعمال طباعة لمحتوى صفحة الويب هكذا print إذن الآن في هذه الحالة سيتم فقط تحميل الملف الذي نقوم بتحديده ملف CSS وهو هذا الملف print.css وهنا هذه القيمة لها علاقة بالتصميم المتجاوب وهو موضوع آخر لم نتطرق بعد إليه وهنا قيمة أخرى مثلا preload هنا لتحميل هذا الخطوة هذه القيمة تعني التحميل المسبق لهذا الخط وهو له علاقة بالأداء بالأداء وصرات الموقع كما رأينا مع القيمة الأخرى preconnect إذن كما تابعنا من خلال الأمثلة السابقة وكما نلاحظ أيضا من خلال هذه الصفحة هناك العديد من الخصائص الأخرى والقيم الأخرى التي يمكننا استخدامها مع العنصر link طبعا كل هذا له علاقة بقيمة الخاصية relationship فمثلا هنا الخاصية as لا يمكننا استخدامها عندما تكون العلاقة style sheet فقط نستخدم هذه الخاصية as عندما تكون طبيعة العلاقة preload أي قيمة الخاصية role preload أو prefetch كما سنلاحظ هنا في الأسفل هذه الخاصية as تستخدم فقط عندما تكون العلاقة preload أو prefetch ولا شك أن هناك العديد من الأشياء الأخرى بخصوص هذا العنصر link لكن أهم العناصر قمنا بتغطيتها لحد الآن وهناك خصائص تعتبر خصائص جديدة مثل هذه الخاصية integrity هذا النوع من الخصائص الجديدة توقع أن يكون لها سلوك مختلف في المستقبل وبالتالي لا داعي لاستخدامها الآن أو على الأقل معرفة أن هناك إمكانية لتغير سلوك هذه الخصائص نفس الشيء مع الخاصية prefetch التي هي أيضا experimental بمعنى أن سلوك هذه الخصائص refer policy نفس الشيء إذن يمكنك معرفة المزيد بخصوص العنصر link إذن أكتفي عند هذا الحد وإلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته